لله الحمد أنا قدمت على برنامج وتمت الموافقة عليه وكان فكرتي شخصيا وهذا البرنامج هو برنامج إدارة النفايات وتثمينها ذلك بسبب تنفيذ معهد الكويت الأبحاث العلمية عدد من المشاريع اللي إحنا قدرنا نرصد عدد من المشاكل البيئية في دولة الكويت سواء كانت البيئة البرية أو البيئة البحرية أو ما شابه بسبب النفايات وبالتعاون كذلك أنا شخصيا مع بلدية الكويت وكذلك حاليا مع الهيئة العامة للبيئة بلجنة ثلاثية متشعبة تضم عدد من جهات الدولة كذلك استطعنا أن نضع بعض المعايير التي تحكم مثلا النفايات أو تحكم الأكياس البلاستيكية التي يقول فيها المآل إلى نفاية بلاستيكية متراكمة أولا على مستوى معهد الكويت الأبحاث العلمية شخصيا قمت بتنفيذ مشروعين في موضوع الأكياس وإعادة تدويرها وكذلك قابليتها للتحلل الحيوي البيولوجيكل الحيوي سواء كان الهايدرو أو سواء كان بالأكسو يعني بالمواد الإضافية أو عن طريق استخدام بعض المواد الطبيعية التي تتقبل الرطوبة والذوبان في المياه وإلى آخر هذا رغم واحد ذلك أدى إلى تعاون حقيقي وملموس على الأرض ما بين معهد الكويت للأبحاث وبلدية الكويت وعلى ذلك وعلى ضوء ذلك تم التعامل الآن مع الهيئة العامة للبيئة لإصدار التشريعات والقوانين الحاكمة بنوع من المعايير على مستوى دولة الكويت ثلاثة كتوصية كتوصية دائما وأبدا العمل يكون على استخدام الأكياس تفاديا لتلك أحادية الاستخدام بمعنى ما أروح الجمعية وأخذ التشياس ومرة وثنتين وثلاثة وأستخدمهم وغلهم يفضل أنك تستخدم اللي يسمونهم لديوروبل باكز أنك تاخذ معاكل تشيس وتستخدمه أكثر من مرة لكن ذلك لا يعني أن كل كيس قابل للتحلل هو أفضل من الكيس القادم من الشق البتروكيماوي قد يكون ذاك فيه سميات أكثر على البيئة البرية عندما يتم تراكمك النفاية وهلما جروا وذلك هو مقصد وضع المعايير اللي حاليا شقالين عليها ما بيننا وما بين بلدية الكويت الجهة الممولة وبالتعاون مع الأخوان والخوات في الهيئة العامة للبيئة